اشتركوا في القناة مباشرة معنا مجموعة من الضيوف في كل مرة يأكدوا أن ذكاء التونسي حاجة يسير كبيرة وبهذا الذكاء يحقوا كل الطموحات وكل النجاحات الممكنة على الصعيدين المحلي ودولي للتواصل معنا سهل برشا تجدوا بعث رسالة على صفحتنا على الفيسبوك ديكليك وتلقى روحك معنا تحكي في قصة نجاحك بكل فخر وامتنان وضيفنا لول بشيحكي على حاجة اسمها الكنوة تعرفوها ولا ما تعرفوهاش أنا أول مرة نسمع بها هي نبتة النبتة هذية هي نبتة المستقبل وهي تمثل ربما الزراعة البديلة يلزمها تترسق حاليا في تونس وفي كل بلدان المغرب العربي وهذا اليوم في ظل التغيرات المناخية شنو حكاية الكنوة من وقتها بدأت تتزراع في تونس شنو النتائج قدش عنا منوة ما هي استعمالاتها كيفاش نجمو نلقاوها ووقتيش سعرها هذا الكل تسمعوه مع ضيفنا اللي منورنا بالحضور سي عرفات منع دكتور باحث بمركز البي تكنولوجيا برج السدرية مرحبا بك سي عرفات مرحبا أميرة ومرحبا كافة المشاهدين مرحبا ونرحب زادا بي مرحبا ونرحب مدام سونيا العوني مختصة في التغذية وشريكة فعلة في هالمشروع هذية وهي زادا موجودة معاكم بمركز البي تكنولوجيا برج السدرية على كل فريق كامل يخدم على هالنبتة العجيبة مرحبا مدام مرحبا بيك يا عيشك نورتنا نبدأ معاك عرفات أول حاجة قبل ما نبدأ ونحكي على أي حاجة شنو هي نبتة الكنوة ما هي خصوصياتها مني جات وما هي الأنواع والأصناف الموجودة في العالم وحنا في تونس قديش عنا من نوع متوفر بضبط نحب ونحطوا الأمور في إيطارها أول حاجة أنا نشتغل في مخبر بحث في مركزي بتكنولوجيا برج السدرية المخبر يهتم بالنبتات التي يمكن تفيدنا في الوضع الراهن للتغيرات المناخية اللي نعيشوها من قلة مياه تملح تربة تملح مياه لذلك نحن نفعل المجال الزراعي في تونس نعم نشتغل على رأس فريق بحث تونسي وأيضا رئيس عدة مشاريع وطنية ودولية حول تطوير زراعة الكينوها في تونس نرجع لسؤالك نبتة الكينوها أنت سميتها نبتة المستقبل إن شاء الله هي تكون كذلك هي نبتة يعني مش تونسية أكيد جاية جاية من الأمريكا لاتين يعني بلدان الأمريكا الجنوبية بالأخص البيرو بوليفيا دونك البيرو بوليفيا هم البلدان يعني أكثر يعني الأولى إنتاجا في العالم والأولى تصديرا والأولى استهلاك نزيدها لها نبتا نعم يعني هما في المقبل سنة 2013 اللي هي السنة العالمية للتعريف بنبتة الكينوها يعني بني انترنسيونال متاع الكينوها لفهو أديزينية معنا لانية هذه بور لابروموسيون متاع الكينوها قبل 2013 كانت يعني محتكرتها كان الجنوب أمريكا لكن كما قلت لك يعني طب بعد نحكيه على الفوائد النبتة هذه لفهو في لابروموسيون متاحها خرجت شوية معنا مشيت لأستراليا مشيت لأمريكا لأوروبا لذلك الفلاحة بدأوا يزرعوا معنا في جميع مناطق العالم قدش نعم من نوع متاع الكينوها في العالم بون هو احنا مقولش نعمي أصناف أصناف أو ألا ديزاكسيشون بون في البانك ديجان اللي موجودين في العالم ولكل نجم مقولك فهم قرابة 18 ألف أكسيشون معنا دو كينوها واحنا في تونس بعد عشر سنوات من الشغل من خلال فريق العمل المتاعكم ومشيتوا لعدد مناطق في الجمهورية التونسية تقريبا ميدانيا قدش عنا من نوع متاع كينوها في تونس بون احنا صحيح كما قد كنا نشتغل يعني في إطار مشاريع يعني بحثية وطنية ودودية دون كنطلقنا منذ قرابة عشر سنوات وعملنا على العديد من الحقول معناها تجارب احنا نسميوها معناها دي برسال ديمونستراتيون من الشمال للجنوب يعني 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 استفاء للأصناف اللي تتماشا مع شك ريجيون يعني كل ريجيون منعرفوا احنا عندنا مناخ معنا متغير من الشمال للجنوب يعني من رتب حتىكش للجهة فدونك احنا وصلنا على الأقل في العشرة سنوات هذه ايدانتيفي لفاريتي وإلى الأصناف اللي تتماشا مع كل الجهة قدش وصلنا من من صنف حسب المناخ نجم نقول لك حاليا نحنا 20 كونديدات يعني يعني واضح نرجع لك كي بيف صدبتي للكليمة بتاعنا بيه مدام مدام قاعدين نحكيه في نفس السياق ونعرف بهالنبتة وربما برشناززاد الأول مرة يسمعوا بالكينواء اللي هي موجودة في الأسواق وفي المحلات وموجودة في تونس منذ عشر سنوات ما هي المنافع الصحية والغذائية لنفتة الكنواء كيفش نجم نستعملوها ونكلوها بيه النبتة الكينواء هي كنت أجم وقلوا هي تشبه للحبوب شوي قلوا إحنا بسودو سريال ما هيش حبوب لكن تشبه للحبوب النبتة هذي الحاجة اللي بيهي فيها كما قالت تتأقلب مع المناخ التونسي وإنها ما فيهيش مادة الجلوتين شنو يا مادة الجلوتين مادة الجلوتين هي هذي نوع من البوتينات اللي نرقوها في الحبوب خاصة القمح وشعي وشوفي المشكلة فيه اللي فما بعض الأشخاص وليت عندهم حساسية للجلوتين هذي اللي ما كانتش قبل لكن مع التقدم معني في السنوات مع معناها تقدم هذي والليت النبتة تعمل الجلوتين هذي تعمل شوي حساسية لبعض الناس وفما حتى ناس إنهم ما يتحملوا هاش جملة اللي عندهم مرض السيلياك هذي يعني يزم يكلوا موات ولا حبوب حاجة غذائية ما فيهاش الجلوتين يعني الناس اللي تعاني من دائل أبطن واللي تعاني من الملديهم الحساسية هذية ونظرا للظروف وإن الماتياغ بخومياغ وإلى المواد الأساسية اللي يعيشوا بها تكون مفقودة في السوق رأوا البديل هو نبتد كنوها هذا أحسن بديل يتيبوها كروز يتيبوها كروز معناه بش تعاوض البوز بش تعاوض لقتانيا الفيرينة مش نعملوا منها فيرينة زيد يعني نرحيوها في الطاحون ونعملوا منها بات ونعملوا بها اللي نحب بيانسور نعملوا بها سيدي بات نعملوا بها كوسكسي في الزير يعملوا بها كوسكسي يعملوا جيبونا حتى وفامنا يعملوا بها الحلويات التقليدية يمتيحهم يعملوا بها يعملوا بها المقبونة بأنواحة بش تعمل بها خبز بش تعمل بها بش تصنيف دي بلا بيدين ولا دي بلا شو معناه فخوة ولا شو وتنجم معناه تحطها في سلاتة في غد نحطوا البوغ في سلاتة بش نحطوا الكينواء ابس تحجيت نجموا سمحني نجموا نعملوا حتى شربة معنا سوب سوب ديكم سيفسيل كيف 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 الشربة متعنا حادي ايبهي الهنية لو أنتم معندكم عشرة سنين تخدموا على المشروع وفيه منافع صحية وموجود في عديد المغازات لكن هليش ما نعرفوش هليش ما حكيتوش عليه هليش ما ضويتوش على المنتم جدي بالحق هنه ممكن فتك بالحديث شوي احنا عنا انجورني نسيونال دانفورمسيون سورسيت بلانس وقتش تصير هلي هو مروضة يبيع التحسيس بأهمية الكينواء كل عام احنا عملناها درنيار ما في العام اللي فات الفلاح اللي مندوز محمد بن سانم اللي هو النواة الأولى لإنتاج الكينواء في تونس دونك اترحل يعني المنتوج متاعه في البيو اكسبو معنا المعرض الأخير للمواد الغذائية والقام معناها رواج يعني الناس كانت تسمع بيها الحكاية بيش يكون فهم اقبال كبير لهناي أنا عرفات نحب نحكي والناس لازمها تفهم انه انتوما خلال عمليات البحث لمدة عشر سنوات دونك شفتوا معاكم دي باختوناغ وفلاحة شركاء أمنوا بالفكرة وزرعوا الكينواء في حقولهم وكيما قلت دورت الجمهورية من الشمال للجنوب حسب كل منطقة وخصوصية وتقص كل منطقة حكيلي على التجربة بلغة الأرقام شنو النتيجة وهل انتم راضين على النتيجة اللي سارت بعد عشر سنوات من العمل بذبت أنا كمالك وينسلت قلت لك يعني اللقاء رواج كبير للمنتوج هذي معنا فما الطلب عليه يعني الفلاح اللي ممكن درنير مو احنا قلناش بقولك مساحة اكتار فقط يعني اكتار يعني قرابة اثنين فاصل فاصل خمسة معنا من الكينواء يعني صدرها ممكن رواجها في قرابة ممكن شهر أو شهرين من اللي حاجة معنا خيالية معنا ويعني هو فما طلب متزايد ولكن هو ما عدت عنده الفلاح هذي البروديكتور هذي متع كينواء هذي احنا كما قلت لك هو النوات الاولى لزراعة الكينواء في تونس احنا من شارلة في البرسبكتيف متاعنا انه بش نحاول نلقاو دي جروب متاع فلاحة في نفس الجهة في دوس يعني في الجنوب التونسي انه تولي زراعة كما قلوا احنا محلية متاع كينواء لانا نجرب هي المستقبل وهي زراعة البديلة بذل التغيرات المناخية في ذل شح المياه في ذل الاليات الغالية ينجم يكون هو البديل هذا هو ممكن نعطيك شوي ارقام على خاصيات النبتة هذه هي نبتة او بالاساس تتحمل الملوح نعرف الفلاحة اللي يسمعوا فينا عندهم برشا مشاكل متاع ملوح متاع التربة ولا متاع ماء جراء التغيرات المناخية نشوفوا فيها نبتة الكنواء تتحمل تسعة جرامات يعني ملح في الماء نحنا في المقبر متاعنا وصلنا أنتجنا الكنواء في 12 جرام يعني بعض الأسناق 12 جرام معناها ملح يعني فما حتى حاجز النبتة تعيش تعيش بتذكر نحنا سميناها نبتة المستقبل لحسب البروغيش نحنا نمشيوش للإكسترام نمشيو المشاكل اللي موجودة عند الفلاحة مثلا 6-5 جرامات ملح في الماء هذه هي المشاكل عند الفلاحة يعني هي تنمو مغيرة حتى مشكل ورندمون بتاحها عادي والثاني حاجة نسميناها الزراعة الذكية عليش الزراعة الذكية لأنها غير مكلفة كذا مش نحكيو على زراعة مستدامة هي ما تستحقش لا مبيدات لا أسم دا كيميائية ولا شيء بيوعة لخطرها بذبت نجمو نزرعها في النمط البيولوجي هذه أول حاجة والثاني حاجة نجمو نعملو بها تداول زراعي كما قلتك أنها تتمتص مثلا الأملاح اللي في التربة دونك ألفين معناها نحي على شركة الفعلين اللي هما الفلاحة كان في مستعداد من قبل الفلاحة وكانت عندهم النظرة الاستشرافية بيواعي أنه هذا هو المستقبل وإلا كانت سعيب أنك تدخل في نقاش مع فلاحة وتقنعه أنه يسخر الأرض والهكترات متاعه لزراعة بالعكس هو بالعكس الفلاحة متاعنا التونسي ما شاء الله لي يعني مثقف ومتفتح يعني ممكن أكثر حتى من بعض بعض الزملائي البحثين معنا كنتمش فلاحة تحسوا أنه مواكب للتطورات حتى متاع الزراعة الجديدة اللي نشوفها زراعة مائية زراعة معناها هذه مستدامة يعرف حتى المستلحات متاع البحث متاعنا دونك بالنسبة للكينواء نجب يقول كفاما إقبال كبير من الفلاحة يوميا يعني نستقبل مساجات الناس تحب تزرع الكينواء دونك إنهم يتجهوا لزراعة الكينواء باش تكون مككمل تخذوا في جنسات عمل سمحني اللي هنا عرفات مع وزارة الفلاحة والتحسيس بأهمية الكينواء وربما هي المستقبل هي الزراعة الذكية والبديلة في ذلك الشحر وياء والإمكانيات بتبيعة هناك ما قلت لك أنا رئيس معناها عدة مشاريع بحث يقول عدة مشاريع بحث لو في تونس مشروع يعني متاع بحث يكون فيه ديفلوبمون نجمش يكون بحث واحد ونحن نختم في شراكة معناها أولا شراكة وطنية مع عدة شركاء يعني لدينا مساردية لدينا مليكوبراتيف لدينا مليزاسوسياشون مليجيديا لجروبمون داكري كولتور لدينا برشة معناها اتفاقيات معهم وحاجة تانية نشتغل في إطار شراكة يعني دولية يعني مشاريع دولية أروم متوسطية وأيضا مع شركاء نمالجزائي أروم المغرب العربي على ذكر الشركاء مغرب العربي الأروم متوسطية فما ملتقيات متوسطية ولا أروم متوسطية من خلالها نلقى عدة بلدين فيه مريهين متاع الوقت اللي احنا فيه ألمانيا فرنسا مغرب تزير وكنت في إطلالات على عدة محامل تلفزية إذاعية تزير تحكي على هالمشروع وهما دي جام تقدمين برشة ودخلوا في إطار جمعيات نسائية وخدمة كبيرة يعني فما وعي كبير أهمية الكينواء أحنا اليوم فين وصلنا من هذا الكل في تونس في تونس حقا على الأقل وصلنا إلى الجارة والشقيق الجزائر يعني في يعني في كما قلت كان في وضع النواة الأولى لإنتاج الكينواء يعني في أحنا كنقول مثلا يعني في القريب العازل إن شاء الله بيشكون عندنا معناها متاع فلاحة يزرعوا الكينواء معناها ونجموا كما قلوا يحققوا الاكتفاء متع السوق والطلب اللي موجود حاليا هذا على الأقل يعني مكسب مكسب لنا أحنا وكيف كما قلت يعني ندعو كيف معناها الأطراف المتداخلة لإنه نزيدوا معناها نتوروا أكثر معناها من الآليات بيش نجموا نوصلوا للزراعة لكن ديما نعاود لهنا هي زراعة مكملة للحبوب ما نحبوهاش بديلة لأن أحنا حتى في التجاربة متاعنا ما مشينيش المناطق اللي فيها الحبوب مشيني المناطق اللي فيها مشاكل يعني مشاكل متعم مشاكل متع ندرات مياه مشاكل متوازي متوازي مع زراعة الحبوب رفما ألترنتي حل الأخر موازي نحبو كونها معناها زراعي وان كمبليمون زادة أليمنتر نعرفه ربي على الكمبليمون أليمنتر والفوائد الصحية اللي هنا نرجع لك مدام خطر أنت أخصائية تغذية وماذا بينا ناخذوا المعلومة من عند ناس الإختصاص اللي هنا يحكينا على النبتة ومنافحها وقلت اللي هي مواكبة وإلا ملائمة للناس اللي عندهم حساسيات ولي عندهم أمراض اللي هنا وقت اللي تحكي مع الناس اللي عنيوا من الأمراض وجربوها شنو وردت الفعل متاحهم وهل فما الإقبال بالطريقة الكبيرة اللي قال عليها عرفات يعني الفلاح اللي هبط ادرك قديش من من نعرفش أنا من كيلو الخير أن التونسي قادر يدخلها في نظام والغذاء وعاداته الاستهلاكية اليوم بالنسبة للتونسي فما نسبة كبيرة من التونسي واللي يعرفوها نبتة الكينوة هي بديت خاصة في تونس مع الرياضيين اللي واللي يستعملوها في الحمية متاحهم يعملوا ريجيم يعملوا ريجيم ويستعملوها خاتم ما فيهش كما قلت لكما تلغتين اللي بيشتقلقهم دنك تقاهم يلوجوا عليها وخاصة زد مع أزمة الروز وقتها زد تنجم تكون تنجم تكون هي بديل بالنسبة للقيمة الغذائية متاع الكينوة قلنا اللي هي رأي مادة غذائية خاصة من ناحية البوتيينات فيها باشا بوتيينات لذي كنتش نسالك يعني أنا وقت اللي ناخذ كيس يعوض لي لحمة ولا جيجة ولا عظيمة ولا كعبة أي شو بالنسبة أنا كشح طريبا نفس الفوائد والذائية أيها بشو نقول لك هو الإنتاج الإنسان كيحتاج بوتيينات رأي يزم نص نباتي ونص حيواني دونك باش ناخو أنا كالحيواني وناخو النباتي ورأي الحيواني مش لازم كل يوم يعني ناجم ناخو كالنباتي الكينوة فيها نسبة باهية بالجد بالبوتيينات البوتيينات هيدو ما زاد قيمة عالية خطفا بوتيينات وكيف يجنعفوهم قيمة عالية وقت اللي يكونوا فهم أحماض أمينية معناها اللي لبدان ما ينجمش أساسيين ما ينجمش يصنحهم يزم يخذهم من الماكلة الكينوة هي لسول بخودو فيجيتال اللي فيها لأحماض الأمينية الأساسية الكل موجودين معنا شو يعني وقت اللي أنا ناخو عذمة ولا ناخو الحم ولا ناخو الجيش الجسم باش يقوم بتقطيع البوتيينات بيش يوضهم أحماض أمينية بيش يبعد يقع الامتصاص متاحا في الكينوة نرقاو الأحماض الأمينية الأساسية موجودين معنا حتى موش في سخطان بلا يزمك تجيب مثلا نقولوا احنا تعمل كسكسيو مع حمص مع الحم بيش تكمل الأحماض الأمينية هي ليه فيها الأحماض الأمينية الأساسية موك نجمع اللخص هذا كل فيه بتاتر في كينو هو الغذاء الوحيد المتكامل إذا يور معنا وكالة الفضاء الدولية تستعمله كغذاء يعني في الفضائيين هذه معلومة يعني أكثر من هكو ما فهميش هوقت غذائية صحية الغذاء الوحيد المتكامل كالكسوها معنا يعني سمحني عرفيت هي تنافس المورينجا على أساس المورينجا هي نبتة المعجزة وإلا تكملها وإلا تقريبا كيف كيف هو مش نفس التصنيف هذه معناها كما قلت لكم مكمل غذائي معناها سيستينو بلونت أليمونتير الأخرى نجمو نصنفوها بلونت ميديسينال هذا أليمونتير معناها بشتحققنا الأمن الغذائي الأخرى بشتحقنا الأمن الصحي والمناعة الصحية والمناعة الصحية على كل الحديث بقيا شاء الله قيات لالات أخرى الوقت إذا هم فينا أما هل نبتة أشياء أخرى متجربة كبيرة وعشرة سنين متع خدمة برشة خلفية وبرشة تفاصيل ماذا بينا كان مش معنا مع عدة محامل أخرى إذاعية وإلا بالحق تلفزية نحكيه على الكينواء ونعرفه التونسي بهالنبتة هذية اللي هي موجودة في تونس واللي عليها إقبال كبير لكن برشة ناس للأسف ما تعرفيش وهي غالية برشة زادة هو على حاجتين على حاجتين نمو كن رواج المتاحة يعني قليل أول حاجة غالية لأننا شفنا برشة يحبوا يشيروا لكن دخل يجيبوا هنا فهمة مقاربة كبيرة عرفية خط الوقت دائم فينا طيو أنت قلت كنا زرعوها ما تتكلفش برشة هي زراعة بديلة يعني في أرض مال حواه لكن عليش غالية إذا ما نصرفوش عليها برشة مو هذا هو إذا كان أحنا وصلنا وعملنا إنتاج رفعنا في الإنتاج توصوم ينقش هذه حاجة أولى الفكتور الثاني هو أن الناس يحبوا يشيروا لكن ما يعرفوش يستعاملوها إذا أحنا أحنا بش نشتغلوا على جانب ذلك يمقتكم على الجمعيات مع دي الساسيسيات اليوم أفرار لأعماليات التحسيسية وغيره وفي النتاقة ذلك أحنا نشتغلوا مع شيف أيمن تحية لي اللي وقعد يعملنا في ديروسيت لأعمالي لأعمالي وإن شاء الله تشاهدوها قريبا ممتاز شكرا لك عرفات مناعة دكتور بحث بمركز البيتكنولوجيا ببرج السدرية ممتنة لكل المعلومات والمواطيات بالحق لنا فرحانين بوجود ناس وكفاءات تونسية في كل مرة تسلت الضوء على حاجات ياسر ممتازة وشكرا لك مدام سونيا العوني مختصة في التغذية على كل التوضيحات بخصوص القيمة الغذائية لهذه النبتة العجيبة نرجع ونقول كينواء موجودة في السوق التونسية أسألوا وشوفوا وكلوها وفيها منافع صحية واكثر من اللي قالوا تويك عرفات أن الفضائيين وقت اللي يطلعوا للفضاء يعتمدوها كأكلة أساسية افهموا أنتوما المنافع الصحية اللي وراها شكرا لكم على كل التوضيحات نورتونا ومرحبا بكم وشعر لكم معنا تلالة أخرى أكيد للحديث أكثر وأكثر على الكينواء كيفية المشاركة التفاصيل من خلالها روبرتاج ورجعين مع ذايا في آخر مرحبا عندك مشروع متميز مختلف عن البقلة حلمت سني حققتها بعد طعب كبير وجاهدت بش يشوف مشروعك المو عملت تغيير في مسارك المهنية وعمرت في مشروع عرضوك فيه الناس الكل لكنك نجحت رعم كل الصعوبات والعرقية وعندك مبادرة مجتمعية يمكن أن تغير من واقع وعاش في منطقتك وتحب تعرف بيها وبأهدافها موسيقى برنامج ديكليك لقدم لكم الفرصة لمشاركة تجاربكم ونجاحاتكم معنا الطريقة الوحيدة للمشاركة هي صفحة فيسبوك البرنامج بتونس أهلا وسهلا ومرحبا بنا واردنا أهلا وسهلا أميرة مرحبا بيك وتحية لكيفة مشاهدين ومشاهدات تلفز الوطنية اثنين مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مدام حاضرة الحديث عن رالي الرياضيات اللي بشتنظموا مدينة العلوم إن شاء الله نهار لحد ساعة شمية من عشر متى أسباحي إلى حدود مضي ساعة ونص تقريبا وبالتالي دعوة مفتوحة لكل الناس اللي قاعدة تفرج التفاصيل تاخدوها من عندها تحبوا تكونوا موجودين مرحبا بيكم دونك عاتينا برنامج هارالي والإتار اللي بشتنظم فيها هارالي الرياضيات بالفعل هو مدينة العلوم بتونس كالعادة هي في المواعد وفرصة أخرى تتيحها لمزيد الاهتمام بالرياضيات وتحسيسنا بأهميتها وتقريب الرياضيات نحيوك الرهبة من الرياضيات وتقريبها للجميع بأسلوب تقترن فيه متعة التعلم بالتسلي من خلال مثل هذه التظاهرات اللي نخرجوا الرياضيات من طباحها المجرد ونجعلوها حية وجذابة أكثر فأكثر والمره هذه عملناها بطريقة فيها حيوية أكثر فيها ديناميكية ما المقصود حركية أكثر وديناميكية أكثر مقارنة بالدورات السابقة بالفعل هو خطر قبل نظمنا العديد لكن التظاهر هذه بالذاتية تختلف على التظاهرات الأخرى من حيث الأخراج وطريق تقديمها وهي بالفعل هي رالي خطر فيها حركية تنفسر لك علي سامينها رالي نعطيه أكثر وضوح التظاهر هذه تنظمها كما سيتك وذكرت مش تكون يوم الأحد 19 مي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود المرة الساعة ونص نظمتها مدينة العلوم بشاركة مع الجمعية التونسية للرياضيات والفنون أتيمة ومش يكون فيها موجهة لجميع الفئات والمستويات التعليمية الثلاثة الابتدائي والأعدادي والثانوي أنتم قلتوا الأعمار تدرعوا ما بين 9 ساعة إلى 17 ساعة بالفعل وبالتالي هنا مادام سيدخيز نعدي ودعوة لكل الأولياء اللي عندهم صغيرات مغرومين بالرياضيات وعندهم بوتنسيال كبير في الرياضيات ينجموا يشاركوا في هارالي لكن كيفاش عن طريق أنا أدغس وهل الإمكانية مازالت متاحة للناس وإلا تسكر باب التسجيل يعطيك صح على هذا السؤال هو جيد لأنه بالنسبة للمستويات من السنة الثالثة الابتدائي للسنة الثالثة الثانوي قصبناهم إلى أربع أصناف الصنف الأول يشمل السنوات الثالثة والرابعة الصنف الثاني يشمل السنوات الخامسة والساتسة والصنف الثالث يشمل الإعدادي والرابعة يشمل الثانوي علش قصبناهم على أربع لأنه الردي المسابقة كما قتلت هي تختلف في زوزنقات النقطة الأولى أنها مش يتبرى وفي رق مش تلميذ ضد التلميذ لكن في رق مجموعة مش يختم للصنف الأول الثلاثة وابتدائي وربع ابتدائي مش يكون فهم ثلاثة تلميذ مستويات سنة ثالثة وثلاثة من المستويات سنة رابعة وبالتالي يكون المجموعة ستة لامدة كيف كيف هم يختاروا بعضهم ولا أنتم هو أعضاء لجم التحكين هم اللي يختاروا ويحدوا هالفرق اللي بشتنفس ضد بعضها طريقة المشاركة أنه كل مؤسسة تربوية مش تقدم مجموعة فريقها اللي يمثلها اللي يمثلها دونك احنا بالنسبة لابتدائي عندهم الحق كل مؤسسة تربوية تقدم زوز فرق لكل صنف خاطر الابتدائي فيه زوز أسناف صنف الأول الثاثة والرابعة والصنف الثاني هو الخامسة والساتسة بالنسبة للإعداد يختلف خاطر فما ثلاثة مستويات سابعة وثامنة وتاسعة وبالتالي مش يكون فما زوز سنة سابعة زوز ثامنة وزوز تاسعة فما جوائز مرسودة للفاين أكيد أكيد فما جوائز فأقبل جوائز فما ميداليات وفما كأس المؤسسة التربوية اللي يتمثلهم وطريقة المشاركة سهلة برشا أحنا كي تدخل الصفحة متاع الباج سيتين مشتقى الكومينيكير راجع لهذه التظاهرة وكذلك لفيش فما كير كود تسكني هزك للليان الرابط هذي كمشتقى جوذاذة محتوطة على ذمتهم تعمرها تعمرها أكيد وتعطي مسؤول على الفريق ويعطي القائمة متاع تلم متاعهم واللي ما يجمشي لضرف أو آخر ما نجمش يجب يتصل بمدينة العلوم أو يتصل بالاستقبال أحنا نزيد ونوضحو لهم الطلبات اللي جاتكم إلى حدود الساعة واللحظة هذية من مختلف وليت الجمهوري ولا فقط جماعة تونس لا 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 فما مش يتنقلون من العديد اللي هما من سلينا مش يجيونا من زغوين مش يجيونا من القروين معنا هذي البدرة عرص رياضي وكيما قلت لك ويختلف من حيث ومعادش مسابقة بين تلميذ وتلميذ بين فريق وفريق مطالبين بش يحلوا الكونسيب اشكاليات ولا تحددها لجنة التحكيم في الوقت لا لا الكونسيب مغاير هما فما دي زينيجم ماتيماتيك كل فريق مطالب بحل مجموعة من الكونسيب أو المسائل الرياضيات في وقت قياسي مش حلوهم مش هذي مش حلوهم في قاعة أو في مكان مغلق مش حلوهم في ستة هكتارات اللي هي تمثل مساحة مدينة العلوم بتونس بمعنى شو معناتها شو معناها يعني مش يدوره في كل الفضائيات الخاصة هو من يدخل ويسجل ويلبس باج ويقون فريقه مش يتحصل على خريطة فيها دي بوان مش يلوج وين اللي نيقم محتوط لأنه احنا كسوس ومدينة العلوم فيها الفضائيات المغلقة ليهما الفضائيات العلمية والمكتبة المعلوماتية يجم يقف فيها لينيقم ليجم يكون نص عنده علاقة أو إشارة أو علامة هو إشارة أو مش حتى إشارة مثلا حلو برشة الفكرة أي في المكتبة المعلوماتية نجم نعطيه سؤال على عدد نيقم على الكتب ولا عدد أوراق الكتب في فضاء الحياة والإنسان أو في فضاء الكون نعطيه نيقم ترتبط بقيس المساحات أو تلاس أو غير ذلك شكونا ليحدد هالمؤشرات هذي الكل المؤشرات المسابقة شكونا والأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة اللي احنا عنا أماكن مفتوحة وفيها كيف كيف وحدات عملاقة نحن في وص الفضائيات عنا فضائيات تفاعلية عنا وحدات تفاعلية لكن في خارج مدينة العلوم في اللي زي سباس في الأماكن المفتوحة السيلوفير عنا برشة وحدات تفاعلية عملاقة من المدخل عنا تيج كورون بي فيه مرصع بالأربعمائة رقم العدد بي تدخل فما الساحة الساحة الشمسية مش تلقى البوندول دو فوكول هي كيف كيف عملاقة مش تلقى نوغية مش تلقى العديد من الأماكن وينيجي بي حنين صغير اللي بشي شركوا يعني فما معلوم للمشاركة وإلا مجان لا لا فما معلوم وشركة 10 دينارات 10 دينارات بالنسبة للتلميذ الواحد وما زي البيب التسجيل مفتوح الى حدود وقته الى حدود طاقة الاستيعاب لأنه احنا بش نجمو نجري للتظاهرة هذه فما عدد يجبنا نقبلوه معين فما عدد معين لكل فريق إن في وقبلناه يجي متسكر التسجيل دونك من هون اليوم الحد اللي عين هو مفتوح التسجيل دونك الى غاية يوم الأحد بور لا ماما إذا كان فما الأقبال يجي متسكر إذا كان فما تاقت الاستيعاب دونك بالنسبة لل كونسيب دونك احنا يختموا في مجموعة وكذلك هما يتنقلوا فما حركية وديناميكية وهكيك معناه نخلق فيهم عادة طيبة وحميدة أجواء ممتازة والغول اللي اسمه الرياضيات أو الفزاعة اللي اسمه الرياضيات يولي معناه يتعطاوها بطريقة مسلية وفي وسط مجموعة يحاولوا يحلوا الألغاز ويحلوا المسائل في الرياضيات ويحلوا وهكيك تخلق شراكة وتعاون نستغلوا فرصة وجودك مرة أخرى حنان خاطر زادة زميلنا حسين التهري تحية كبيرة لي في كل مرة يكون موجود يسلط الضوء على البرامج الممتازة اللي موجودة من خلال مدينة العلوم لكل توينسا كما قلت أنت في مختلف الجهات أصلا فما فروع لمدينة العلوم في عدة مناطق ميناء الجمهورية التونسية أكثر تفاصيل عن هالمؤسسة العملاقة اللي تأسد بتاريخ أفريل 1992 32 سنة من العطاء من الامتداد من التظاهرات الكبيرة والممتازة ومن المواعيد القارة مع كل العائلات التونسية بالفعل مدينة العلوم هي مؤسسة عريقة عريقة تعنى بنشر الثقافة العلمية والبرامج امتحها كثيفة وكثيفة جدا نعطيك عينة على البرامج بإيجاز نحن إلى جانب الفضائيات العلمية والكل لدينا برامج قارة لدينا ورشات علمية بصفة أسبوعية تقدم في جميع الفضائيات العلمية وشركات أصلا دولية وغير ذلك لكن نعطيك عينة على الويكاند هذي وليم بعد عنا صهرة فلكية لديزويت 18 مي يعني قبل الرالي ليلة الرالي بنهار صهرة فلكية نهوني دعوة زيدا للناس كل اللي حبوا جواح يكونوا في الموعد يكونوا في الموعد فيها مشاهدة بالتليسكوف فيها محاضرة حول الكواكب فيها كيف كيف السياحة النجمية وعندنا كيف كيف الأسبوع اللي بعد 25 عنا الصواريخ المائية تظاهر زيدا قيمة والعديد والعديد من المرامج الممتازة والرحلات زيدا ما ننسيوش عنا احنا لحد هذي عنا ثمانية رحلات مش نجي لمدينة العلوم معنا حتى القدوم إلى المدينة بكثافة وكثافة لكن البرنامج غني وثري والناس اللي تحب تأخذ المعطيات معلها كانت تدخل على الموقع الخاص بمدينة العلوم وتلقى كل التفاصيل حنين عمار أستاذ تأثير العلمي بمدينة العلوم بتونس شكرا لك على كل التوضيحات بخصوص رلي الرياضيات شكرا أميرة اعتكسحة على استضافة مرة أخرى مرحبا نعود نذكر كل الناس اللي التحقت بنا تورى الرياضيات تتنظم مدينة العلوم نهارا لحد ساعة تاشمية من عشر من سباحي لحدود مضي ساعة نص معاليم المشاركة عشر آلاف الأعمار من تسعة لسبعة تاشم سنة اللي يحب يشارك ولا يخلي صغير ويشارك من مختلف ولاية الجمهورية عليه يدخل على الموقع متع مدينة العلوم ويسجل ويفك بلاست وبلست أولاده لهالرحلة العلمية أكثر تفاصيل عن كل التطبيقات مباشرة مع زمينا مروين سنين وراجعين مع ضيوف أخرى مرحبا يديك لك مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم في فقرة أفضل التطبيقات على الأنترنت نحكي اليوم على أفضل مواقع الترجمة الاحترافية المجانية والتي تساهم في تسهيل التواصل باستخدام لغات متعددة ونجد في المرتبة الأولى جوجل ترونزلايت وهو أبرز موقع احتراف مجاني للترجمة المعروف على المستوى العالمي يساهم بطريقة ناجعة وفعالة في التسهيل على مستخدميه ترجمة النصوص بالدقة وسلاسة لهذا فهو محبذ من الملايين من المستعملين في التعليم والأعمال والتواصل وحياتهم اليومية فمن ميزات جوجل ترونزلايت اعتماده على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان دقة متميزة في الترجمة ويمكن من ترجمة النصوص إلى مئات اللغات المختلفة وإلى جانب النصوص فيمكن مستعمليه من ترجمة صفحات بأكملها على الواب ببساطة هذا إلى جانب إمكانية استخدام ميزة النطق لسماع كيفية نقل الكلمات بشكل سليم أما عن المرتبة الثانية فيحتلها موقع DPL Translator واللي يعتبر من أفضل مواقع الترجمة الاحترافية المجانية وهو الذي اكتسب شهرة سريعة بفضل دقته العالية في الترجمة وقدرته على فهم اللغة بشكل دقيق اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق ترجمات استثنائية هذا الموقع معروف بتقديم ترجمات دقيقة ومفهومة للنصوص في معظم اللغات فهيتيح ترجمة النصوص من وإلى 26 لغة مما يجعل ملائم لمختلف احتياجات المستخدمين يعد من بين أسرع خدمات الترجمة الألية عبر الانترنت مما يوفر وقت قيم لمستعمليه فهو يطور ويحسن نفسه باستمرار من خلال التعلم الآلي مما يعزز من جودة الترجمة وهو متاح على أغلب أنظمة التشغيل وحتى على نظام لينوكس ونجد في المرتبة الثالثة موقع يانداكس ترونزليت وهو موقع معروف بتقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ومعترف بها على نطاق واسع في اللغات الروسية والأوروبية والشرقية يعتمد هذا الموقع على تكنولوجيا متقدمة لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات من ميزاته إتاحة ترجمة أي محتوى من وإلى 96 لغة ويدعم أساساً اللغة العربية فهو مفيد ويمكن استخدامه في البحوث والتعليم ويمكن أيضاً استخدامه لترجمة نصوص قصيرة ومستندات وحتى صفحات الوعب بسهولة تامة وإضافة إلى اللغات الشائعة تستعملها في الترجمات يدعم موقع يانداكس ترونزليت بعض اللغات النادرة الاستعمال مما يجعل مفيد ومناسب للمستخدمين المتعاملين مع لغات متنوعة في ترجماتهم كملين مع عروض الشغل عروض الشغل نعم اللي يحبي لو جعله فرصة متع تكوين مهني متع عروض متع شغل متع ملتقية نجم تسلط الظو على كل هالعروض الموجودة حالياً نجم يقعد معنا ويتباسي عمار المجري مدير عام الخدمات المواجهة لطالبي التكوين المهني بوزاعة التشغيل والتكوين المهني مرحبا مرحبا بك عايش حاضر معنا للحديث عن الملتقى الوطني لتكوين المهني مدينة الثقافة بتونس نهار 21 و 22 مايال جالي وبالتالي محطة مهمة جدا هالملتقى هو البوابة لكل المهنيين بخصوص تكوين المهني أعطيني الملامح الخاصة بالملتقى شنو البرنامج اللي باشنا القاوة هل داعوا مفتوحة لكل مختصي القطاع واللي هي حكر على الناس معينة وفقط شكرا الملتقى الوطني هذه تظاهرة تظاهرة خدمة عليها الوزارة علش لتلميع وتعزيز صورة تكوين المهني لدى الشباب الملتقى الوطني هذا اليوم الأعلان الرسمي عليه في وسائل أعلام وطني 2 هو أول أعلان رسمي على انتلاق الرسمي للملتقى الوطني للتكوين المهني وتظاهر هذه اللي بشيكون نهار 21 و 22 مايه 2024 بمدينة الثقافة من وقتش الوقتش للناس اللي تتفرج من نهاري مدرس عم تعصبها حتى حتى من نهاري وشنو البرنامج اللي بشتلقه فما ندوير فما رشيد فما لقاية مفتوحة بتبيع الملتقى الوطني هذا هو ملتقى مش معارضه هو ملتقى لأنه فيه يجي في ثوب جديد كونسيبت جديد قاوم بيهم عن كفاءات تونسية خدموا عليها ثلاثة شهور اليوم الملتقى قرب وإن شاء الله يكون ناجع بقدر ربي الملتقى هذا مش يكون فيها مش يكون فيها فضاءات ورشات فضاءات علاش لأنه علاش نحن نجي بمتكونين المتكونين يكونوا يتكونوا وإلا تخارجوا عند مشاهدهم وإلا طلبة حتى أولياء مؤسسات كلهم يجيوا قد مش هدت حياة وكلهم يجيوا ويجي ثبت نحن جمعنا في الملتقى هذا كافة الأطراف الفاعلة جمعنا المشغل مؤسسات يعني لأننا نكون بشكل سألك لأي مدى يذوي هالملتقى الوطني هذي على كل الناس اللي هم شركاء فاعلين في منظومة التكوين المهني في تونس وربما كما قلت أنت تلميع هالصورة عليش خطر ديما أحنا في معتقداتنا في تونس أنه الناس اللي تمشي التكوين هم الناس الفشل دراسيا لكن مش هذا الحق مش هذا صحيح مش صحيح لأننا عملنا اللي احنا اليوم في المنطقة هذية حبينا عملنا فضاءات عملنا فضاء ورشات يعني اليوم الجون مش قبل يدخل في معرض ويخرج كما جاء أما يدخل معانتها فيزيت جدي مش إولي يدخل في ورشات مش يلقى الناس مش تقدم تجارب ناجحة الناس قرأوا في التكوين المهني وتخرجوا مش يعرضوا التجارب متحم كيفاش حل المشألة عمتحم شنية صعبة تطلقاوها وكيفاش نجحوا الشاب مش يشاهد يعني الخارجية تكون مهني قداش من مثال بش نلقاوها في الملتقى يعني قداش من شاب قداش من تجربة إنسانية مهنية شنجحوا نشوفوها ونسموها ونحكيوا معها هناك عد تجارب عد تجارب في شتى الاختصاصات في مجموعة مختصات جمعان عد تجارب بش نارضوها عندنا كذلك حذرنا فضاء فهذه فيه خبراء مختصين في المرافقة في الإعلام والتوجيه ودحديد السيمة الشخصية هناك مهم جدا حكاية هالخبراء المختصين لمرافقة الناس والشباب وخاصة الأولياء وربما اللي بشيكونوا موجودين خلال الملتقى خاتر رحنا نعرف حبينا ولا كرهنا الولي هو اللي يتحكم في مصير صغير وفي سن معينة وبالتالي ساعات الأولياء يكونوا حاملين لي فكرة أنه لا التكوين مهني لا سبيل إليه دونك المختصين خدمة كبيرة مع الولي ومع الشاب إذن دعوة الأولياء بشي يجيوا يصوفه بشي يكونوا موجودين بشي رفقوا ليدهم لأننا حصلوا على أبواب انتهاء سنة دراسية وسنة جامعية سنة تكوينية وفهم يكونوا يحب بدل المصار والتعليم ثم حتى من الجامع يكونوا يحب بدل المصار والتكوين المهني ثم معتها بتغيير المصار في فترة يجي المتكون والعائلة والباروة والمتاعة وممكن يلقى مرافقين يعطيوا لمحة على الفرص المتاحة في التكوين المهني بهي بروفي مهم جدا سيعماري اللي كنت تحكي فيه الناس اللي تحب تعمل تحويل وجهها يعني حاولوا وحاولوا وحاولوا لعديد المرات في المشوار الدراسي لكن للأسف لم يكلل مشوارهم بالنجاح لكن سيكلل لمحة هذا المشوار بالنجاح في التكوين المهني طوال وقت اللي ينزم يمشيوا ويشوفوا ويبدأوا ويسجلوا ويحضروا الدوسيات وإلا لا جوست يعملوا نظرة لكن البابياء والدوسيات تتصب في وزار التكوين المهني والتشغيل خلال شهر أوت وقالا سبتمبر وما طوال يجيوا بيش يخذوا فكرة أما يجيوا بيش يخذوا فكرة على المجالات والفرص المتاحة بيش تيرهم مرافقة يقولهم هاي عورة التكوين اللي عننا وهي النجاحات اللي عننا وهي الفرص المتاحة بالتالي الشاب مش يخرج بإينا إيدي حتى برش أفكا مش يخرج بها أما مش يبدل مساره أما مش يسجن في المركز التكوين المهني كان يحبش التكوين المهني مش حتى نحذرنا ما تناحكيك عنه بعد فضاء فضاء احنا جبنا أنتقينا شبان يتكونوا في عدم يتخارجوا طوى هذوما مش يعرضوا التجربة متحم ومن خلال المهمة باش نعرفوا احنا بمنظومة التكوين المهني هنا مش وبائنا هذوما مش عارضوا للشبان الزماليهم باش يقولهم احنا اخترنا تكوين المهني وقرينا ونحنا اليوم هنا عنا مشاريع مهنية متاعنا عنا مشروع مهني وباش نكملوا وعنا أفاق بيشهم شركاء اقتصادي مش يكونوا موجودين خلال الملتقى خطر نعرف اللي وزارة التشغيل والتكوين المهني هي في شراكة وفي تفاعل دائم مع المؤسسات الاقتصادية اللي بدوا يستقبلوا في أولاد الوزارة وولاد هالتكوين ثم ناس باشكون موجودة وزيد تعطي النصيحة والاستشارة لها الشباب صحيح موجودة هنا تفكرة هنا تلتها فذائت ثم فذاء كما حكيتك في وراشات يستقبل متكونين والوزائرين نوجههم ثم فذاء فذاء المهن فذاء المهن الشبابة نظومة مش يعرضوا المهن هذية مختلف المهن للشبابة نظومة ثم فذاء متع مؤسسات قصادية فذاء مؤسسات قصادية هذية اللي هو مؤسسة مش تعرض خدماتها مش يكون انتراكسيون بين الشاب وبين المؤسسة هذية وفما حتى بنوك مش تحضر يعني وفما مدرسة فرصة ثانية مش تحضر يعني الشاب فرصة ننصحها ويجوا يشوفوا كل شيء جمعناهم كيفية أطراف الفاعلة جمعناهم في الفضاء هذية الشاب يدخل يشوف تستخدم تكوين متاعه يشوف المؤسسة كيفية عروض الشغل اللي عندها يشوف كذلك المبادرة الخاصة يشوف البنوك كيفية حصولها على قروض لإنجاز مشروع إلى أي مدى نجحت الوزارة من خلال هالملتقيات من خلال الندوات وإلى النقاط الأعلامية اللي في كل مرة صلتوا الذوت قولوا أصلا حتى فما راديوه مهنة اللي صارت مؤخرا واللي من خلالها بوق هو لكل الشباب أنه راو فما تكوين راو فما فرص يمشي فيها استثمر وأخلق المبادرة الخاصة إلى أي مدى نجحت الوزارة بعد كل هالسنوات من العمل المستدام بخصوص النقطة هذه في بعث ربما المشاريع الصغرى في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المبادرة الخاصة اليوم في تونس بالنسبة المبادرة الخاصة هو وضعت في البرامج ووضعت في البرامج تكوين كفاية تساعد الشباب التكوين المهني على الاندماج للحساب الخاص كفاية تسمى ومبادرة الخاصة هي فيها مرافقة فيها تمويل وتوجيه الشاب المبادرة يجيب الفكرة متاعه فكرة المشروع متاعه تم مرافقته وتوجيهه كيف يوعدوه معنا مصدر تمويل يعمل بنسبل ومتاعه يكونوه على الانتربراندر كيف يشخخ المؤسس يعطوه لسوفن سكيلز تابع التكوين يمكنوه من التصرف ومن في المشروع متاعه يخلق وذيه المشحف بكافة كيفيات المتاحة شكرا ليكسي عمار الماجري مدير عام الخدمات المواجهة لطالبي التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني تسمع هناك فضاءات أخرى عن التكوين المهني هو مواكب مواكب للطولة القصدية فهناك ندوات أخرى على هامش المنتقى وندوات حول الاقصاص الأخضر ندوات حول الذكاء الاستناعي ندوات حول الشراكة بين القطاع الخاص لسجد اكتشواليتي يعني كل موابع الآنية المختارنا بزمانة فما إسباس بي تو بي على الإعلام والتوجيه فما إسباس على الهجرة الدائرية يعني بشتخرج هذه المنتقى بتوصيات يقعتنا فيها من قبل الوزارة وهكذا معناها نقوموا بالنهوض بالتكوين المهني ونصح كافة العائلات وشبا فرصة ما تفلتش هذه إجاوة بتكوينهم إجاوة 21-22 أنا مش ستقبلوكم متلقى لشكون نوجاكم ومشتخرج فكرة فكرة خرق العادة على التكوين المهني شكرا لك عمار الماجري مدير عامل خدمات المواجهة لطالب التكوين المهني بوزارة التشغيل وتكوين المهني عن كل هاللمعطيات بخصوص الملتقى الوطني لتكوين المهني بمدينة الثقافة بتونس نهار 21-22 ماي الجاري داوة مفتوحة لكل العائلات لكل الشباب لكل أولياء لكل الناس اللي ما نشحلش ورسبت دراسيا وعارفين أنه لا محالة مفهما حتى الطريق في المجال الدراسي رعوا فما البديل والبديل في تكوين المهني الملتقى في كل المختصين كل الهيكل والأشخاص اللي تنجم تفسر لك الطريق اللي تنجم تمشي فيه وتبعث مشروعك وتحقق استقلالية اجتماعية مادية ومهنية شكرا لك سيد الكريم مرة أخرى سيما وأنحنا عنا السبق في كل المعلومات الخاصة بالملتقى شكرا على سيقة نتعدى ونشوف مبعضنا ومضى عن المشاركين وعينة من الناس اللي كانت موجودة وحكيت بكل فخر على مشاريحهم رجعين معديك لك مرحبا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 الأفهى الفخخ شولا موسيقى وأيضا البوندسوية موسيقى 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 طبعا احنا عننا عدد ساعات يعني على غرار المعاهد الأخرى تقريبا المعهد الوحيد في تونس وفي شمال إفريقيا اللي يعطي تقريب 160 ساعة أكاديمية المعاهد الأخرى تقريبا تعطي في 60 ساعة في 80 ساعة فعندما حتى نحكو على المبلغ أول شي نشوف ما قديش احنا نحنا تقريبا الترسيم كل مستوى قديش؟ كل مستوى تقريبا مليون ومئتين وخمسين قديش عنا من المستوى احنا في اللغة الألمانية ثلاثة مستويات يعني تقريبا لإتقان اللغة تحب لنا على الأقل ثلاثة مليل تقريبا عنا الامتحان أيضا يعني الامتحان السرتيفكاء اللي بش عملها على فكرة الامتحانات المعهد معترف بها من قبل سفارة ألمانيا مثلها مثل الأوس دي والجوز يعني الطلبة متاعنا كيف يعملوا عديوا عننا مثلا امتحان البياينز ما يزيدوش يعديوه في الوز دي والفنجوز معتمد الشهيدة متاعكم معتمد الشهيدة في مقاطعة بافاريا نعم لأنه الطالب يطلقى تقريبا ميتين ساعة منهم مية وستين ساعة أساسية أي هي مية وستين ساعة أكاديمية لأنه معهد الدكافة في ألمانيا يقريوا مية وثمانين ساعة يعني الطلبة الأجانب اللي بشدخل الجامعات الألمانية يطلقوا أقل شيء مية وثمانين ورابعين ساعة احنا حطينا مية وستين ساعة لأنه عنا 12 ساعة تقريبا زدناهم كوميونيكاسيون حكم أن الطالب عايش في تونس بيسمعي حكينا شوي على وكالة التوظيف لتعاملوا معها أنتوما كمعهد عندكم مزداقين احنا طبعا طلبة الوفيدين على المعهد اللي أغلبيتهم يحبوا يعملوا تربس في ألمانيا ويكملوا تكوين مهني في ألمانيا وإلا يبحثوا عن عمل في ألمانيا لحقيقة جاءت الفكرة من طلبة متاعنا من المتربسين متكونين عنا في المعهد أنه احنا فتحنا وكالة التوظيف سميناها جات جوبس والوكالة التوظيف هذه هي تعنا بتوفير العقود ليس فقط لأبناء المعهد يعني معهد ديكام آه ولكن لقارين الاتوينس الكل يقارين لغة ألمانية ويبحثوا عن فرص عمل تباش تواسل معكم مع المعهد بربي لهي عنا احنا يعني الهنية بروشير مع متاعنا عنا الأرقام الهاتف عنا الرقم 51-200-85 وإلا 51-200-72 عنا الفليال هنا في تونس في لفايات عنا في سوسا في جار النمسا إسباس سوس وعنا زيدة في مكتير يعني من خلال الرقم يأخذوا كل المعطيات نعم عنا شاركة مع الوتيكا كبرى الشركات التي تتعاملوا معهم من خلال عقود الشغل في ألمانيا عنا تو يعني فما ناس ممنة بالكفاءات التونسية طبعا وفي كل مرة دقبة بالمعات تقولكم ايه حاشتي بي كفاءات تونسية في اختصاص كذا وكذا وكذا طبعا الكفاءات التونسية معناها الحمد لله معناها مطلوبة في ألمانيا في عديد المجالات وإن كانت تقنية وإلا في الطب وإلا في أيضا في الفندقة يعني في التوريزم دونك في المجالات الكل هي مطلوبة يقعد هو واليخرج تتجدد العقود متاعه بلغة الأرقام حسب تجربتكم ايه جدوا بالأخص اللي يعني الريكونيسانس متاع اللي ديبلوم متاحهم تبركالي انا واحدة من الناس يعني يعني معناها كفاءة تونسية عندي عشرين سنوات وعيشة في ألمانيا في الجامعة العسكرية بركة معناها قعدت تقريب 12 سنوات يعني جزد العقود متاعي أكثر من ثلاثة أو أربع مرات وخرجت بعد فتحت معناها شركة خاصة شركة الفوتوفولتاييك دونك هذي مثال من الأمثلة أنه احنا درست في المعهد هذا اللي تابع الجامعة الألم أو وانا الحقيقة هي السكسيستوري هي اللي عشتها انا في ألمانيا حبيتنا نعطيها للطالبة الهنا اول حاجة يرزمهم يختاروا المعهد اللي بشقروا فيها مش معناها مش أي معهد لاني انا اصلا المعهد هذي في ألمانيا تعبت باش قيته باش قريت فيه قريت من لول في معهد جوت قريت من بعد في معهد اللينجوة قيتهم سيسون ديكور دانديقراسيون مهمش كد يكور ديديه باش العابد يدخل للجامعة قيت المعهد هذي اللي تابع الجامعة الألم أو اللي يكور فيه سنتري معناها سبيسيفيك للأكاديميين للطالبة والحقيقة حتى في الرخص أرخص معناها في الفلوس معناها أرخص من اللي يكور الأخرين وفهم جودة وفهم شهيدة معتمدة وشهيدة معتمدة وشهيدة هذيك بشتخولك بشتنجح زادة في الجامعة وإلا بشتنجح عند اللي بشتخدم عندها خدر تخرج تحكي بكفاءة عالية وبالنسبة لي معناها بشنقري كأستاذة جامعية الجيش الألماني معناها لازمني مستوى عالي في اللغة الألمانية ذيك عليش لحقيقة المعهد هذي نحب نعرف به هنا في تونس في إفريقيا في الشرق الأوسط بشتطلبة يتوجهوا للمعهد هذا لأنه يربحهم الوقت يربحهم معناها في الفلوس يربحهم في الجهد ويجيبوهم فرسامين اللغة الألمانية في إفريقيا وشرق الأوسط على كل التوضيحات بخصوص المعهد على كل التوضيحات بخصوص شراكات الشغل وعروض الشغل اللي تفعلوها من خلال المعهد وبكالية التوظيف شاء الله لكي معنا طلالة أخرى تحكي على قصة نجاحك كاميرا تونسية كما قلت أنت درس اللغة الألمانية للجيش الألماني وأكيد تعديت برشة صعوبات لكن وصلت وأثبت نفسك وانجادارة وعملت مشاريع هذا اللي يلهمنا وهذا اللي نحب ونحكيه على كل تونسي وتونسية موجودة في كل بقاء العالم نورتنا مرحبا شكرا لك هكذا وصلنا لنهاية حلقتنا من ديكليك تواصل ممكن عن طريق صفحتنا على الفيسبوك تبقى على خير في الأمان باي موسيقى 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 موسيقى